كومة أنفاس يلتقطها العراق لا ضير العوضاع صعبة لا ضير أيضا لكنها غير مستحيلة العراق قوي فلا يشعر أحدكم بأنه ضعيف حديث يؤسس به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لنهج يراد به للعراق خيرا أو كما يقول أمانة العراق قوي مو ضعيف لحد يشعر أن العراق ضعيف أو كما يقال هاش ومر العراق بكثير أزمات واستطاع أن يعبرها لكن وبعد أحداث متراكمة ومتسارعة في الشارع العراقي وصلت إلى صورة ضبابية من تدخل أجنبي ومطالبات الشارع برفض أي تدخل في سيادة بلاده وفي شأن داخلي يريد الجميع صناعة حكومة تخدم البلاد والعباد كل هذا يقف أمامه عائق الحرب ضد الإرهاب والذي توقف بفعل تداعيات التوتر الإيراني الأمريكي الذي اختار الساحة العراقية مكانا له معادلات وضعها رئيس الوزراء على طاولة الحكومة ونتيجة ختمية يتفق عليها مع آراء واضحة أنه لا يمكن دخول حكومة تصريف أعمال في حوارات انسحاب القوات الأمريكية هذه الأوضاع المعقدة الصعبة خصوصا بعد قرار مجلس النواب في انسحاب القوات وما يطلب من بحث وأخذ وراد وإلى آخره كل يطلب حقيقة حكومة كاملة الصلاحيات حتى تقدر تمضي قدما بالبلاد إلى الوضع الصحيح والوضع المطلوب في الصورة المقابلة تعود العمليات المشتركة كما جاء في تصريح صحيفة نيويورك تايمز دون أي تعليق من الإدارة الأمريكية إلا أنها عادت كما تقتضي حاجة العراق لاستمراره في حرب ضد داعش هذا الجسم الإرهابي الذي يعيد استغلال انشغال الساحة العراقية في تصفية حسابات الدول على أرضه عاد داعش لصناعات الموت عنوان مريب يكشف رئيس الوزراء تفاصيل عودة التنظيم بحديث عن عودته للتشكيل والتخطيط لاستغلال الفرصة ليعود على الساحة من جديد وفي هذا السر يأتي الصوت عاليا أن على البرلمان الإسراء في بناء الحكومة من جديد فمسألة الانسحاب تحتاج لفترات وتوقيت مناسب غير متاح حاليا على يد حكومة تصريف أعمال لن تنصع الإدارة الأمريكية إلى الأمر العراقي للحكومة وقد تجد من الذرائع ما تدفع به ولكن هي تتعكز على ذريع واهية وليس الذريع حقيقية على أساس أنه حكومة عادل عبد المهدية حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها أن مضي بهكذا يعني اتفاق أو هكذا حضار في الأفق يعيش العراق طيرا بين رصاصتين رصاصة في خاصرة الأمن تحتاج لمد يد العون ورصاصة في خاصرة السياسة تحتاج لحكومة تعيد نبض العراقيين لقلوبهم التي منذ زمن طويل تأن ترجمة نانسي قنقر